أحمد فتوح تواجد في نادي الزمالك في تدريب المستبعدين وفقاً لقرار مجلس الإدارة بالسماح طبعاً دي الثلاثي أصحاب الأزمة الشهيرة محمد صبحي مصطفى الزناري أحمد فتوح بالتدريب منفردين طبعاً تواجدوا النهاردة الصبح وبالتالي التزموا بالقرار لكن في النهاية أحمد فتوح هيجدد لنادي الزمالك أحمد فتوح مش هيجدد لنادي الزمالك في شرط المجلس الإدارة إن أحمد فتوح يجدد على بياض الأول ويقدم اعتذار لجماهين نادي الزمالك والمجلس إدارة نادي الزمالك علشان يتراجع مجلس أو مش يتراجع مجلس الإدارة علشان يتم إنهاء الأزمة مع مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب في الوقت اللي بيمتلك في أحمد فتوح عرض من النادي الأهلي بمقابل 60 مليون جنيه في ثلاث مواسم في البعض هيقولك طيب ده العلاقة دلوقتي ما بين الأهلي والزمالك العلاقة بقت أفضل بكتير من الفترات اللي فاتت اللي خد أو استطاع فيها النادي الأهلي إنه يضم كهربة من نادي الزمالك ويضم إمام عشور من نادي الزمالك بصير في النظر راح فيين جي منين مليش علاقة في النهاية هو انتقل لفترة معينة احترف فيها ثم عاد مرة تانية للنادي له في الاحتراف وإحنا بنطبق الاحتراف على مزاجنا والحمد لله النادي الأهلي أو النادي الزمالك ملوش علاقة بإن أنت عندك مشكلة مع لاعب معين وبالتالي أنا لو عندي أي لاعب بتعاقد معاه ويمكن أن أنا أتعاقد معاه هتعاقد معاه لأن في النهاية أنا بنافس على بطولات وده عندي جماهير عندي مسئوليات وبالتالي ما حدش يقدر يتكلم إن أحمد فتوح واحد من أهم اللاعبين أو هو أهم لاعب في مركز الظاهير الأيصر متواجد حاليا آه فيه محمد حمدي مدافع بيرامدز الظاهير الأيصر واللي طبعا بيقترب أو اتفق بشكل شفهي على التمديد تعاقده مع نادي بيرامدز وبالتالي أمام النادي الأهلي خيار وحيد فقط وهو التعاقد مع أحمد فتوح في ظل طبعا تراجع أداء علي معلول طبعا اللاعب التونسي المميز جدا وفيه اتفاق ما بين لجنة التخطيط وما بين علي معلول إن بنهاية الموسم الجاري يتم السماح لي باللعب في أي نادي من الأندية الخليجية لمدة موسم على سبيل الإعارة على إنه ممكن يعود بعد كده عايز يشتغل داخل النادي الأهلي بعد ما يبطل يبقى أوكي عايز ممكن يرجع فيه آخر فترات مشواره الكروي ويتم طبعا تكريمه داخل النادي الأهلي بشكل أو بآخر آه الكلام ده سابق لأوانه لكنه بقولك الاتفاق على إنهاء أو اللي بيفكره فيه داخل لجنة التخطيط في النادي الأهلي لإنهاء واحدة من المشاكل الفنية اللي بيعاني منها النادي الأهلي في الفترة الأخيرة وهي مركز الظاهير الأيسر مش معنى كده أن علي معلول واحد من أهم اللاعبين الأجانب اللي تم التعاقد معاهم خلال العشر سنوات الماضية لاعب مميز جدا لاعب محترم جدا لاعب قدم للنادي الأهلي كتير جدا وهو إضافة كبيرة جدا لكن في نفس الوقت بدأ النادي الأهلي بيفكر في تدعيم مركز الظاهير الأيسر حيتم بقى التعاقد مع فتوح حيتم التعاقد مع لعب آخر ده إحنا بنرصد حتى الآن اللي بيحصل خلال الفترات الأخيرة أو الأيام الأخيرة ترجمة نانسي قنقر